منطقيا ان احنا اول حاجة نتعامل معاها هي النفذة بروجكس اللي المفروض من خلالها بستدعي العناصر اللي انا عايز ابدأ اتعامل معاها سواء كانت فيديوز او صور او او اوديوز ايا كان طبعا ممكن جدا اعمل امبورت او استدعي العناصر دي من قائمة فايل اختار امبورت وابدأ استدعي العناصر ولكن اسهل طريقة زي برضو معرفنا من خلال البريمير ان انا اقف اي مكان فاضي داخل النفذة بروجكس واضغط دابل كليك حتظهر لي ان الفيزة دي اللي المفروض من خلالها استدعي العناصر او العناصر اللي انا عايزها انا عندي على الديسك توب مثلا في فولدر هنا اسم وارك شوف انت عندك ايه لو فتحت الفولدر ده الفولدر ده بيحتوي بقى على مجموعة صور ومجموعة فيديوز ومجموعة ملفات اوديو انا ممكن اختار منهم اللي انا عايزوه طبعا ممكن اختار عنصر واحد يعني لو انا عايز اختار مثلا فيديو واحد من الفيديوز اللي موجودة دي ممكن اضغط عليه مباشرة كده دابل كليك او اختاره واضغط اوبن حيضاف الى النافذة اللي اسمها البروجكس بالشكل ده طيب انا لو حبيت الغيه مرة تانية حسحبه الى سلة المهملات كده انا لغيت العنصر طيب حضغط تاني دابل كليك طبعا ممكن اختار اكتر من عنصر عن طريق ان انا اختار الاول وبعدين اضغط كنترول من الكيبورد وابدأ اختار التاني والعنصر التالت والرابع طول ما انا ضغط كنترول وابدأ اختاري بانا اقدر اعمل سليكت الاكتر من حاجة وبعد ما اخلص اعمل اوبن اضافوا المفروض الحاجات او العناصر اللي انا اخترتها كلها طبع لو حبيت برضو الغيها كلها من البروجيكت حظللهم ارسم كده حواليهم مستطيل او حددهم كلهم بالماوس بالشكل ده واسحب الى برضو سلة المهملات بيسألني طبعا لانهم اكتر من عنصر انت عايز تلغي هقوله ديليت كده تلغت طيب حضغط تاني دابل كليك طبعا ممكن برضو استخدم شفت اثناء السليكت اختار عنصر اول وبعدين اضغط شفت واختار عنصر اخير حيظللهم بما ما في ذلك الملفات اللي ما بين دول يبقى اذا كنترول انا ممكن اعمل سليكت لعناصر مفردة وشفت بعمل سليكت المجموعة متتالية ممكن كمان ان انا اختار الفولدر بحالو يعني لو رجعت كده للنفذة الرئاسية ممكن اختار الفولدر حضغط امبورت فولدر عشان يستدعي كل الفولدر طبعا اوبن كده هيفتح الفولدر انا مش عايز كده انا رجعت اختار الفولدر واعمل بقى امبورت فولدر معناها استدعيلي الفولدر بحالو الى النفذة لو ضغطت على امبورت فولدر زي ما انت شايف استدعى كل الفولدر هو قريدي عمل فولدر جوه البروجيكت باسم الفولدر لو فتحته دلوقتي اهو المفروض الفولدر ده داخله جميع العناصر اللي كانت داخل الفولدر طيب انا هلغي الفولدر ده طبعا ده فولدر بحالو فلو ضغطت عليه كده ممكن اسحبه الى السلة على اسم الفولدر اتلغي كله دليت اتلغى كله انا هضغط دلوقتي دابل كليك وحبدأ اختار بعض العناصر من النفذة دي وليكن مثلا ملف فيديو اهو كام ملف من ملفات الفيديو اللي موجودين عندي مثلا بالشكل ده وحختار كمان كام صورة من الصور بالشكل ده كده اهو وكام ملف اوديو برضو طبعا باين من الرمز بتاعهم ده ايه وده ايه وده ايه الملفات حضغت دلوقتي اوبن حتوضاف الملفات دي الى النافذة بروجيكس ولكن انا دلوقتي محتاج ان انا ارتب الملفات دي داخل مجموعة من المجلدات جوه النافذة بروجيكس علشان اه لما العدد العناصر يزيد ما يحصليش ارباك ارتبهم زي بالزبط ما بنظم الملفات بتاعتي على الهارد ديسك انا ممكن انظم العناصر بتاعتي داخل النافذة بروجيكس اولا عشان انشئ فولدر داخل النافذة بروجيكس في اداة عندي هنا create new folder لو ضغطت عليها حينشئ فولدر جديد زي ما انت شايف اهو بيسألني على اسمه ايه هسميه مثلا ممكن حتى عربي او انجليزي براحتك هسميه مثلا فيديو اضغط انتر يبقى انا كده انشأت فولدر جديد بالاسم ده ابدأ اخد بقى ملفات الفيديو اللي عندي هنا وليكن الملف ده طبعا برضو من الايكونة بتاعتهم اللي عليه علامة الموسيقى ده الاوديو واللي عليه الشكل ده دي الصورة اما الباقي فدول الفيديو فانا هاخد ملف الفيديو ده واضغط كنترول واختار ده واختار كمان ده واختار ده وابدأ اسحبهم الى الفولدر اللي اسمه فيديو اقف عليه كده واشيل ايدي بانا كده نقلت الفيديوهات دي داخل مجلد ده هضغط new واعمل فولدر تاني اسميه مثلا صور واضغط انتر وابدأ احط فيه الصور بتاعتي اعمل لاسلكت اختار الاول وكنترول واختار الباقي الصور وابدأ بعد كده اسحبهم الى المجلد بالشكل ده عشان يضافوا الى الداخل اخيرا هعمل new فولدر كمان اسميه صوت واضغط انتر وابدأ التلات ملفات دول بقى اختار الاول ومعين ممكن شفت واختار الاخير اظللهم كلهم واسحبهم الى المجلد اللي اسمه صوت يبقى انا كده نظمت العناصر بتاعتي داخل النفيزة بروجيكتز عشان ما يحصلش ارباك طبعا لو فتحت اي مجلد من دول الصوت ادي العناصر اللي جواه الصور ادي العناصر اللي جواه الفيديو ادي العناصر اللي جواه وطبعا ممكن اقفلهم تاني عن طريق الضغط على السهم ده بقى دي اول مرحلة المفروض بعملها ان انا بعمل import العناصر بتاعتي داخل النفيزة بروجيكتز ولو استدعى الامر ان انت تنظمهم بالشكل ده يبقى افضل كتير لو انت فتحت اي فولدر من دول مثلا الفولدر الخاص بالفيديو ووقفت على اي فيديو هتلاقي ان عرض لك فوق نموذج النموذج ده طبعا المفروض للفيديو وجنب النموذج ده في بيانات الفيديو بالكامل يعني ده اسم الفيديو ده الريزيليوشن بتاع الفيديو 1280 بيكسل بالعرض و720 بالطول هتلاقي كمان الديوريشن بتاعه مدته قد ايه هتلاقي كمان الفريم ريت فريم برساكند او عدد الفريمز في الثانية قد ايه في الفيلم ده الالوان اللي فيه بيقول لي ميليونز اوف كالر وكمان الكودك بتاع الضغط اسمه كده اولا اي واحد تاني لو روحت له هتلاقي بياناته اختلفت بياناته كاملة الريزيليوشن الالوان الكودك ده مختلف كمان فيه تحت الكودك بتاع الصوت او الصوت اللي داخل الفيديو ده عامل ايه لو روحت برضو لأي صورة وقفت عليها هتلاقي البيانات اقل شوية لان طبعا الصورة ملهاش كودك وملهاش ديوريشن هتلاقي بس اسم الصورة والريزيليوشن بتاعها وعدد الالوان اللي فيها ونفس الكلام لو روحت للصوت هتلاقي بعض البيانات برضو الصوت والديوريشن بتاعه والكودك بتاع الصوت عامل ازاي طيب فيه حاجة عايز اقولها لك بقى لو انا بتعامل مع النفذة دي يعني بشكل منفصل وببدأ انظم ملفاته ده هياخد مني وقت فانا ممكن اكبر البانيل الخاصة بالبروجيكت دي الى اقصى حد بحيث تملى الشاشة وابدأ اتعامل معها بحرية عموما اي نفذة او اي بانيل انت هتضغط عليها وعايز تكبرها تبقى بملء الشاشة فيه شورت كات عندي مهم جدا اللي هو حرف الزيل في الكيبورد ده جنب الواحد فوق في الصف بتاع الارقام على الشمال لو ضغطت عليه هتلاقي النفذة دي تكبر للحد الاقصى بالشكل ده ولو ضغطت عليه مرة اخرى هتبدأ تصغر لو وقفت مثلا على الكمبوزيشن دي كده وضغطت حرف الزيل الكمبوزيشن تكبر تبقى بالحد الاقصى لو ضغطت عليها مرة تانية تبقى ترجع كما كانت نفس الكلام بالنسبة للنفذة دي زيل تكبر زيل ترجع اي ويندو الاوديو دي حتى الصغيرة اوي دي لو ضغطت عليها وبعدين حرف الزيل كمان حرف الزيل يبقى اذا انا ممكن لو حبيت اتعامل مع النفذة بحرية ان انا اضغط عليها واضغط على حرف الزيل لما كبرت النفذة بالشكل ده طبعا بان بقى تفاصيل الملفات بشكل اوضح يعني مثلا الفيديو ده لو قفت عليه كده ممكن اكبر بقى الخنات دي كده السايز بتاعه اكبر عشان البيانات اللي مش واضحة تبقى قدامي بالتفصيل بقى جايب لي اسم الفيديو نوعه ايه ده ام بيج والسايز بتاعه قد ايه والفريم ريت بتاعه قد ايه والديوريشن بيبدأ منين وينتهي فين ومصاره على الهارد ديسك ايه طبعا خلي بالك ان هنا ده الطايب انما هنا ده الكودك بتاعه يعني مثلا ده ام بيج الكودك بتاعه اتش كزا ده مثلا واحد تاني اهو ده الكودك بتاعه مختلف بس نوعه مش يعني اذا الطايب ده نوع الفيديو انما بيبان فوق هنا الكودك بتاعه طبعا الكودك ده اللي هو الضغط بتاع الفيديو او نوع الضغط مضغوط بايه علشان اما يجي يشتغل في اي بلاير المفروض بيبقى معروف يعني الكودك ايه عشان البلاير ده يبدأ يشغله وطبعا سهل جدا ان انت تشغل اي فيديو عن طريق ان انت تحمل اي برنامج او اي كودك من الجوجل مثلا ادخل اعمل كده كودك فور ويندوز سيفن هتجيلك مجموعة الكودكس كلها اللي بتضيفها عندك على الجهاز عشان تشغل اي فيديو مضغوط باي كودك على الميديا بلاير او على اي بلاير اخر يبقى اذا احنا عرفنا دلوقتي ازاي ارتب العناصر بتاعتي داخل البروجيكت وازاي ابدأ استدعي استدعيها من الاساس علشان طبعا ده تمهيدا بقى للعمل على البرنامج تاني اهم حاجة بعملها في بداية العمل مع البرنامج ان انا بنشئ الكمبوزيشن اللي انا المفروض هبدأ بقى تعمل معي طبعا زي ما قلتلك الكمبوزيشن ده هو الوعاء اللي انت بترتب فيه العناصر بتاعتك وتبدأ تقلف الفيلم اللي انت عايز تعمله طبعا لو لو حست هتلاقي مكتوب هنا كومبوزيشن نان يعني مفيش لسه اي كومبوزيشن بس لو حبيت انشئ كومبوزيشن جديد من قيمة كومبوزيشن هختار نيو كومبوزيشن هتظهر للنفذة دي المفروض بحدد انا هنا مواصفات الكومبوزيشن ده ايه اول حاجة طبعا اسم الكومبوزيشن ممكن تسيب الاسم الافتراضي ده او تسميه اي اسم يعجبك انا مثلا هسميه فارست باعتبر ان ده اول كومبوزيشن احنا هنعمله وبعدين ممكن بقى من البريسات بشكل مباشر تختار اي كومبوزيشن من الكومبوزيشن الجهزة او البريسات الجهزة اللي المفروض البرنامج موفرها لك لو انا اضغطت هنا هتلاقي مجموعة جهزة من البريسات اي اختيار من دول انت بتختاره بيزبط لك مواصفات الكومبوزيشن بناء عليها طبعا مثلا ويب فيديو 320 في 240 بيكسل معناها اعمل لي كومبوزيشن يعني يبقى مخصوص للعرض على المواقع الانترنت عشان كده بيبقى مساحته زغيرة ويبقى الفريم ريتس بتاعته قليلة ويبقى سريع جدا في العرض او ممكن تختار مثلا حاجة هاي ديفينيشن اتش دي هاي ديفينيشن فيديو طبعا عندي الهاي ديفينيشن ده بيبقى 720 بيكسل 720 ده طول الفيلم او ارتفاعه ارتفاع الفيلم هيبقى 720 بيكسل بالطول وطبعا العرض بيبقى اكبر لان هما غالبا بيبقوا مرتبطين ببعض يعني ده يبقى الف اربعة وعشرين في 720 انا بس بحدد من هنا او بختار من هنا القيمة بتاعت الطول لان هي دي على فكرة اللي بيتقاس بيها الجودة يعني انت حتى لو رحت شتريت شاشة هاي ديفينيشن فيه حاجة اسمها هاي ديفينيشن فيه حاجة اسمها شاشة فول هاي ديفينيشن او اف اتش دي الهاي ديفينيشن بيبقى ارتفاع الشاشة 720 بيكسل او يعني تستوعب بحد اقصى عدد من البيكسل في ارتفاعها للعرض يعني 720 اما الفول اتش دي بتبقى 1080 دي اله اتش دي في اله اه الالف وثمانين دي الهاي الفول هاي ديفينيشن طبعا دي مواصفات انت ممكن تحددها زي ما انت عايز بس اه كمان جنب القيمة بتاعت الارتفاع هتلاقي اه الفريم بالريه الفريم ريت او الفريم بالسكند كان فريم في الثانية اه طبعا كلما تزيد عدد الفريمز المفروض الكواليتي بتبقى اعلى وطبعا كلما تزيد عدد البيكسلز كمان الكواليتي بتبقى اعلى غالبا احنا بنختار ال 720 25 فريم برسكند ده يعني اللي غالبا بنختاره او لو عايز حاجة بقى الكواليتي عالي قوي بتختار الالف وتمانين خمسة وعشرين فريم برسكند كده انا بختار بريسات من البريسات الجاهزة ولاحز ان هو زبط لي كل حاجة هنا بناء على البريسات اللي انا اختارته زي ما قلت لك هو الويتس الف ربعمائة واربعين والهايت اللي هو ده القياس الاساسي يعني الف وتمانين ولكن انا ممكن بقى اغير كل ده براحت يعني اغير الويتس اهو بقى كاستم هنا خلاص ما بقاش استنادا الى بريسات جاهز يعني والهايت كمان انا ممكن اغيره اغير الفريم اغير كل حاجة زي ما انا عايز الديوريشن الريزيليوش انا عايز افول ولا هافو يعني نص جودة ولا جودة كاملة زي ما انت عايز بتختار من هنا ولكن زي ما قلت لك انا غالبا لما بنشئ اه كومبوزيشن استنادا الى الامر ده بختار اه السبعمائة وعشرين خمسة وعشرين فريم برسكند وبضغط اوكي زي ما انت شايف فعلا اهو انشأ لي اه كومبوزيشن باسم فرست ودي موصفاته موجودة عندك فوق وبشكل افتراضي زي ما انت شايف ظهر الكومبوزيشن قدامي بس طبعا مساحة سودة لان انا لسه ما اضفتش فيه لا فيديوز ولا صور ولا اي حاجة مساحة بالابعاد اللي انا حددتها علشان ابدأ اضيف فيها اللي انا عايز ولكن لو انا حبيت اقفل الكومبوزيشن ده طبعا خلي بالك علامة الاكس دي لو انت ضغطت عليها انت كامش بتقفل الكومبوزيشن انت بتقفل البانل بتاعة الكومبوزيشن يعني لو ضغطت عليها كده هتلاقي البانل نفسها راحت انا وحبيت ارجعها مرة اخرى هاختار ويندو ومن ويندو اختار كومبوزيشن وفرست ده اسم الكومبوزيشن بتاعي لو اخترتها هترجع تاني نافذها مرة اخرى لا لو حبيت بقى تقفل الكومبوزيشن ده نفسه بغض النظر عن البانل يعني البانل تفضل موجودة فحتضغط على السهم الصغير ده وتختار close first حيقفلي الكومبوزيشن الاسمه first او close all حيقفل كل الكومبوزيشن المفتوحة لو كان فيه اكتر من كومبوزيشن هاختار close first لانه مفيش غيره هتلاقي فعلا البانل مازالت موجودة بس الكومبوزيشن خلاص اتشال منها طيب خلي بالك مازال موجود داخل البروجيكت لانا ما لغتش الكومبوزيشن انا انشأته بس هو مش مفتوح دلوقتي لو حبيت افتحه هضغط عليه double click هيتفتح مرة اخرى داخل الكومبوزيشن بانل لو قفلته تاني برضو close first بقفله يبقى double click بما انه already تم انشاءه خلاص هيظهر هنا اما لو حبيت الغي تماما فانا هضغط هنا كده واسحابه الى سلة المعملات يبقى انا كده لغيت الكومبوزيشن لو حبيت ان انا انشأه مرة اخرى يبقى لابد ان انا اتبع نفس الخطوات تاني يعني هعمل composition new composition وهسميه بقى ايا كان وازبط الاختيارات واضغط اوكي عشان يجيلي هنا ويظهر قدامي طيب لو حبيت تعدل في مواصفات اي composition انا ممكن اضغط على composition ده كده اختاره وابدأ دلوقتي اقول له composition composition settings عشان يجيلي composition او مواصفاته وابدأ اعدل فيها يعني مثلا اعايز اغير width اهو اغير height شايف بيتغير حتى قدامك بين اهو اقدر اعدل في المواصفات زي ما انا عايز واضغط اوكي يبقى انا كده بعد المواصفات ال composition انا دلوقتي حلغي composition خالص اهو حلغيه وحوريك دلوقتي زي انشئ بقى composition بشكل ابسط واسرع وافضل ممكن بشكل مباشر ان انت تفتح اي ملف هفتح الفولدر بتاع الفيديو اهو او بتاع الصور وحبدأ اسحب الفيديو الى المنطقة الخاصة بالcomposition علشان يتم انشاء ال composition بشكل تلقائي وفقا لمواصفات الفيديو اللي انا بسحبه يعني لو سحبت مثلا الفيديو ده كده طبعا خلي بالك الفيديو ده مواصفاته اهي 1280 في 720 والبيانات بتاعته كاملة قدامك لو انت سحبته الى المنطقة الخاصة بالcomposition دي كده مصبت اي دي هو انشأ لي دلوقتي composition بنفس مواصفات الفيلم ده طبعا اهو مكتوب Wild ده نفس الاسم بتاع الفيديو بس مكتوب جنبه composition يبقى ده composition حسحب انا بره لانه هو دلوقتي يقنشئ داخل الفولدر بتاع الفيديو حسحبه بره عشان يضاف خارج الفولدر ما يبقاش داخله لو ضغطت على ال composition ده هتلاقي نفس مواصفات الفيديو اللي انا انشأته بناءنا عليها هو نفس الابعاد ونفس frame rate والduration بتاعه نفس ال duration بتاع الفيديو لو قفت على الفيديو هتلاقي نفس البيانات يبقى انا بشكل ابسط ممكن اسحب اي فيديو الى منطقة ال composition علشان ينشئ لي composition وفقا لبيانات الفيديو ده لو لاحظت ان composition اللي انا انشأته استنادا الى الفيلم ده ما بقاش فادي هو اه انشأ composition استنادا الى مواصفات الفيلم وكمان ضاف الفيلم فيه لو لاحظت تحت كده في ال window بتاعت ال layers هتلاقي ان بقى فيه layer واحد اهو number 1 والlayer ده فيه الفيلم اللي انا انشأت composition استنادا اليه يبقى انا ما بنشئ composition استنادا الى الفيلم اما بسحب الفيلم الى المنطقة دي بينشئ composition بمواصفات الفيلم ويحط الفيلم كمان في composition علشان ابدأ اتعامل معه انما لما باختار انا composition ومنها new composition انا بنشئ composition فادي مفوش اي حاجة بابدأ انا اضيف بقى يدوي اللي انا عايزه يبقى اذا ال composition ده دلوقتي فيه على الاقل layer واحد في الفيلم الاساسي ده لو عملت دلوقتي preview من ال window اللي اسمه preview دي عملت play حتشوف فعلا اهو الفيلم بيتعمله preview قدامك وطبعا خلي بالك انا لو ضغطت مرة اخرى ممكن اوقف ال preview او هقولك shortcut رقم صفر اللي في keyboard او zero ولو ضغط عليه المفروض ان هو هيبدأ يعمل preview ولو ضغط عليه مرة اخرى هيعمل stop لل preview يبقى اذا انا ممكن اعمل preview برقم صفر اللي في keyboard او بال play وبال stop او بضغط عليه مرة اخرى عشان اعمل stop واشوف ال preview داخل ال composition او المساحة بتاعت ال composition بتاعي لو لاحظت هتلاقي ان في composition area تحت هنا هتلاقي في انا ممكن اغير زومنج من هنا يعني اخليه مثلا 200% زي ما انت شايف انا كبرت زوم اخليه 50% او اغير كمان اخليه fit فيت كده معناها ازبطه بالزبط على قد المساحة اللي محروضة كمان انا ممكن اغير resolution بتاع ال preview من هنا هو هنا full معناها دي نفس ال resolution الاصلية بتاعت الفيلم ولكن انا ممكن اصغرها شوية او قليل اخليها النص مثلا resolution تبقى النص عشان ال preview بقى اسرع بالنسبة لي لو انا عندي الرام بطيقة او الجهاز بطيء يعني والرام صغيرة او اخليها كمان الربع طبعا ده مش هيأثر على الجودة النهائية بتاعت الفيلم المنتج لا ده في ال preview بس طبعا لاحظ ان بقت الصورة بكسلة كده بقى فيها pixels لان انا قللت ال preview الى الربع لو عملت preview دلوقتي يبان قدامك اهو ان الصورة بكسلة شوية ما هياش مظبوطة طبعا انا ممكن ارجعها تاني زي ما كانت ان انا اعمل full resolution ده في ال preview زي ما قلتلك مش هيبان في المنتج النهائي يعني اللي انا بغيره هنا ده مجرد في ال preview مش اكتر يبقى احنا بشكل سريع كده عرفنا ازاي اضيف العناصر وازاي انشئ ال composition برضو تمهيدا للدروس اللي جاية اللي هنبدأ دلوقتي نتعرف من خلالها بقى على كيفية التعامل مع المؤسرات والانيميشنز وكل الامكانيات بتاعة ال after effects اشتركوا في القناة